خلونا نذب إلى خبر اقتصادي وأنه سيد رئيس الوزراء أعلن عندما كان مشاركا في المؤتمر لنظمته المجموعة المالية إرماس مع ممثلين لـ 28 مؤسسة مالية وإقليمية يديرون عدد أصول بتصل لـ 13 تريليون دولار حول العالم وفي الدول النامية أعلن أن الحكومة تعتزم طرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية ما قبل نهاية العام المالي الحالي العام المالي الحالي يعني شهر 6 العام المقبل لكن كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كان قد أعلم من أسبوع تقريبا عن أنه ستكون هناك حصة إيضافية لشركة أبو إير للأسمدة خلال شهر على الأكثر وأن هناك أيضا طروحات ثانوية أخرى زي حصة من مصر جديدة للإسكان موبكو للأسمدة وبنك القاهرة كطرح أول يوداء قبل نهاية هذا العام ترجمة نانسي قنقر